بسم الله الرحمن الرحيم نواصل حديث عن صلاة الجماعة موقف المأموم من الإمام له أحوال الأول أن يقف المأموم خلف الإمام إذا كانوا جماعة وهذا هو الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأم صحابته فيتقدمهم ويصلون خلفه الحال الثاني عن جانبيه يصلون عن جانبيه عن يمينه وعن يساره فهذا أيضا جائز لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقما والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل فهذا له دليل من السنة الحال الثالث أن يقف عن يمين الإمام أن يقف المأموم عن يمين الإمام سواء كان واحد أو أكثر ولا يقف عن يساره هذا جائز دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة فدخل معه ابن عباس ووقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فدل على أنه لا يجوز أن يكون عن يساره وإنما يكون عن يمينه الحال الرابع الوقوف أمام الإمام وهذا الحال قالوا أنه لا يصح أن يقف المأموم أمام الإمام فإن وقف المأموم قدام أو أمام الإمام فصلاته يعني المأموم باطلة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت أن أحدا من الناس تقدم وتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام النبي وإنما إما أن يكون من خلفه وإما أن يكون عن يمينه وعن يساره وإما أن يكون عن يمينه فقط الخامس من الأحوال الوقوف عن يساره فقط عن يسار الإمام لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث بن عباس سابقا أنه قام يصلي ذات ليلة من الليل وكان بن عباس رضي الله عنهما قد نام عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأخذه برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فدل على أنه لابد أن يكون عن يمينه لأنها لو صحت لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكنها لا تصح صلاته عن يمينه فرده إلى أن يكون عن يمينه وهذا هو الموقف الصحيح بالنسبة للمأموم مع الإمام الحال السادس الوقوف خلف الإمام منفردا أو خلف الصف منفردا يعني الحال السادس من أحوال المأموم مع الإمام أن يقف خلف الإمام منفردا أو خلف الصف منفردا اختلفوا الفقهاء في هذه المسألة القول الأول وهو المذهب عند الحنابل لأنها لا تصح الصلاة المأموم الواحد خلف الإمام لو في اثنين واحد خلف واحد رجال أما إذا كانت المرأة فإنها تصلي خلف الرجل لكن نحن نتحدث إذا كان هناك رجلاني فإذا صلى أحدهما إمام والآخر خلفه فالصلاة لا تصح على المذهب وكذلك لا تصح صلاة المأموم خلف الصف لو فيه مسجد وفيه الصف الأول مكتمل وجاء متأخر فوقف لوحده خلف الصف فأيضا قالوا صلاة لا تصح لا بد أن ينتظر حتى يأتي من يصلي معه أو يسحب أحد من الصف الأول ليصلي معه أو يستطيع إذا استطاع أن يجد فرجة في الصف الأول فليفعل واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ووجه الدلالة أن لو لم تكن الصلاة فاسدة لم يأمره بالإعادة فلما أمره بالإعادة دل على أن الصلاة فاسدة القول الثاني في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وهم الجمهور ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الذي يصلي منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر فإن صلاته صحيحة حتى ولو كان في الصف متسع هذا مذهب الجمهور وهو القول الثاني في هذه المسألة في مسألة الذي يصلي خلف الصف وليس خلف الإمام لكن يصلي خلف الصف وربما تأتي أيضا هنا خلف الإمام واستدلوا الجمهور قالوا هذا المصلي صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به وإتم بالإمام كما يفعل الإمام وتابع الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجعل الإمام ليتم به فقد اتم به وتابعه وكبر مع الإمام متابعا له وركع معه وسجد وأدى صلاة كلها مع الإمام فصلاته صحيحة ما الذي يمنع أن تكون صلاته صحيحة قال ابن عثيمين رحمه الله والراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة إذا كان لغير عذر يعني إذا كان فيه فيه مكان فيه متسع في الصف فترك المكان المتسع وصلى منفردا قال صلاته غير صحيحة أما إذا كان لعذر بأن كان إذا لم يجد في الصف فرجة قد تم الصف ولا مكان له في الصف وصلى خلف الصف في مثل هذه الحالة قالوا صلاته صحيحة لأنه أتى بالمستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم ولا يستطيع أن يسحب شخص من الصف الأول فيحرمه أجر الصف الأول ثم يؤدي إلى أنه يتحرك ويؤدي إلى خلال في الصف الأول هذه من الأمور التي يعني تؤثر على الغير فهنا ابن عثيمين رحمه الله قال إن كان صلى خلف الصف مفردا بدون يعذر فصلاته غير صحيحة وإن كان لعذر بأن اكتمل الصف فصلاته صحيحة إمامة المرأة للنساء إمامة المرأة للنساء تقف في وسط الصف إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهن يعني في وسط الصف قالوا لأن ذلك أستر للمرأة والمرأة مطروب منها الستر بقدر المستطاع ووقوفها بين النساء هو أستر من أن تتقدم بين أيديهن واستدلوا أيضا ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما إذا أمتا النساء وقفتا في صفهن أما إذا كانت امرأتان فالوقوف وقوف المرأة مع المرأة الواحدة إذا كانت امرأتان كوقوف الرجل مع الرجل الواحد يعني إن وقفت عن يسارها لا تصح أو أمامها لا تصح أو خلفها لا تصح فلابد أن تقف إذا كانت واحدة تقف عن عن يمينها على المذهب الحنبلي مسألة ترتيب المأمومين خلف الإمام هذه المسألة مسألة ترتيب المأمومين خلف الإمام كالتالي أولا الذي يلي الإمام هم الرجال البالغون وذلك إذا اجتمع من جماعة المسجد إذا فيه رجال ونساء وصغار وكبار فيلي الإمام الرجال البالغون فإذا أرادوا أن يصف تقدم الرجال البالغون إلى الصف الأول ويدل على ذلك قول النبي سلام ليلين ليلين منكم أول الأحلام والنه يعني الرجال البالغين وأيضا أهل العلم وأهل الفضل حتى يستطيعوا أيضا أن يردوا على الإمام فيما إذا أخطأ ثم بعد ذلك الصبيان لأن الصبيان ذكور وقد فضل الله الذكور على الإناث فهم أقدم من النساء ثم بعد ذلك النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصفوف خير الصفوف النساء آخرها وهذا يدل على أنهم بغي تخير النساء عن الرجال مسألة الاقتداء بالإمام من خارج المسجد هذه ما سنتحدث عنها في اللقاء القادم بإذن الله عزيزي